السلام عليكم أزوف الله ونخوتنا في الجزائر هذا ليه تمام الفيديو الأول اللي كنت تبديد فيه كان قطعت لي ظروف خرج عني تاقينا كيما يقول لك فيما يخص نرجع للموضوع الموضوع اللي كنت كنت كملت فيه هو أنيس رحماني هذا رئيس القناة ومديرها مدير قناة العر يعد أنه جاسوس حتى جاسوس أمريكي على حسب ويكيليكس أنه جاسوس أمريكي يعني يدي لهم المعلومات ووصل لهم كيما نقول لنا الأخبار الجزائر رغم سبحان الله ما مداتوا الجزائر عفوا مداتوا الجزائر كل ما لديه مداتوا المال الجاه توصل حرية الصفر حرية حتى سرقة نساء رجال آخرين ما لش هذا لوجود لوجوز عصابات حكم العصابات هو كذلك يعني لا يتغير مهما كان الزمن والوقت عصابة هي عصابة والاستعمار الثاني هو يتمثل في القيد صالح لماذا القيد صالح استعمار الأولاني حتى لو مقنوا كانوا فرنسا فرنسا هم أولادة هم أولادة أنت تقول على أنك أذيال العصابة أولا الذي تمثل في بوتفليقة أنك أطحت بهم بما أنك أطحت بهم وكان النذل هذا آنيس الرحماني صاحب قناة العار محمي من طرف سعيد بوتفليقة كان محمي من طرف لم يكن جاسوسا ذاك الوقت وما زال جاسوسا للإمارات أو للولايات المتحدة سبحان الله نحن عايشين 30 عام في أمريكان حاملين جنسية أمريكية ولو كان جيني في الجزائر تقطع لي رأسي والله ما نعطيهم كلمة لا بسكت الجزائر في الدم ما كنتم أخوانا أخوانا أبناء أخوانا حركة أولاد حركة ما تغيروش ما أريد أن أقوله بما أن سعيد بوتفليقة سقط يعني دخلت الحبس انتهت ما فيه دخل ما فيه الحبس ولا كتلاه سيدة بغا سيد الوي لم يكن آنس محمي هذا آنس رحماني محمي من طرف سعيد بوتفليقة فلماذا تحميه انتهى الآن إذا كنت مواطن وتخاف على مصلحة الجزائر فلماذا تحميه هنيس رحماني إنك أنت حاميه وحتى تبعثه في في مأموريات الإمارات فرنسا فلماذا تحميه إذا كنت أنت مواطن صالحا العيب فيك أنت لست بمواطن والاستعمار الثاني الذي تتكلم عنه أنت أنت أصبحت قائده الأول إذا كان بوتفليقة وجمعته سقطوك فأنت أخذت الاستعمار أصبحت أنت صاحب الاستعمار الثاني الحاكم الناي طار تدخلون الشباب للسجون على أساس كانوا يريدون كلمة الحق وأنهم دستوريين يتكلمون في الشارع باسم الدستورية لم يكن لفرنسا أو الإمارات وقالوا وقاموا ضد الجزائر هم مع الجزائر في الجزائر كما نحن واللي في فرنسا واللي في إنجليز اللي رغم أنهم خارج البلاد لكن نقولوا تحيا الجزائر وأن العصابة هذه وما ولاها من المتآمرين على الجزائر هما أنتم والذين يسايرونك في المشوار هذا كل اللي يمشي معك هو إن شاء الله سيسقط لأنه متآمر على البلاد حرمتم حرمتم الشباب الجزائري في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات وحتى دخلنا الألفينات حرمتهم أنهم يقوموا دولة دولة العدد دولة الحق حتى في العساكل الذي تتكلم عنهم تتخلصون من الشباب الذي في سن في رابع الأمر يعني في 45 سنة تخلصوا منه حتى تبقوا أنتم وتبقى أجندات الفرنسا عن طريق المخابرات تتحكمون في الجزائر تضعوا في الحكم كل من هو رديء مثلك رديء سنة 4 ما يمكنك فعله؟ لا بسنة 4 تقادي تشوفين بلون تعرف وره ما شيل الجيش؟ لا تلي همك مركزك وفساد أبنائك وجماعتك تتخلصون من داكاتيرا في المؤسسة العسكري في سن الخمسة والأربعين أو حتى ما قربوش حتى الخمسين سنة تخلصون منهم على أساس ماذا أنك تحب الجزائر لا الجزائر تبنى بعلم وبوطنية وبإخلاص وبتربية مش فشل فساد مالي أخلاقي كيفك لازم تحرر أبناء الجزائر وأنت هو الاستعمار ثاني الذي تتكلم عنه ما تناطقت به والله هو أنت جريت نفسك فيه فيما لا يعنيك وظنيت أنك ستتحكم في الجزائر عن طريق المخابرات الفرنسية والإماراتية الجزائر ستتحرر إن شاء الله بأبنائها إن شاء الله تسقل تسقل وتسقم إن شاء الله إن شاء الله بحول الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة